السلام عليكم بمناسبة ان في ان شاء الله عن النهاردة خسوف للقمر فخسوف القمر وخسوف الشمس طبعا سبحان الله العظيم معروف ان هم ايتين من ايات ربنا سبحانه وتعالى وسببهم العلمي ان بتكون بالنسبة لخسوف القمر بتكون الارض بتحجب عن الامر ضوء الشمس طبعا فيباني منه جزء ويختفي منه جزء حسب الضل بتاع الارض على الامر والعكس بالنسبة لخسوف الشمس بيكون الامر بيحجب جزء من اشعة الشمس عن الارض فبنشوفها برضو جزئية ده من الناحية العلمية اما من الناحية الشرعية بالنسبة لنا كمسلمين فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما اياتان من ايات الله فاذا رأيتموها فقوموا فصلوا انتفقوا عليه هي دي ناحية الشرعية بتاعتنا ان هي ايات من ايات ربنا ربنا سبحانه وتعالى بيورينا ايات ويخوفنا بيها نلجأ لله سبحانه وتعالى ونرجعله ونستغفره ونتوبه اليه صغد صلاة الخسوف هي صلاة فيها ركعتين من كل ركعتين من كل ركعة من الركعتين فيها ركوعين والسما اللي فيها دايما ان انت بتنطول الحركات كلها كل حركة في الصلاة بتطول بتاخد وقت اطول في القيام والركوع والسجود فنقولها بسم الله الرحمن الرحيم اول خطوة ان يكبر الاحرام ويقرأ دعاء الاستفتاح ثم يستعيد ويقرأ الفاتحة ويقرأت سورة طويلة بعد الفاتحة وبعدين بننزل للركوع ركوع طويل وبعدين نرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقوف طويل برضو بعدها بعد ما نرفع من الركوع الاول نقرأ تاني الفاتحة قراءة طويلة بعد الفاتحة ولكنها دون القراءة الاولى وبعد كده نرجع نرجع تاني مرة تانية نطيل برضو في الركوع ولكنها هو دون الركوع الاول وبعدين سمع الله لمن حمده نرفع من الركوع وقفة طويلة بعدها وبعدين نسجد سجدتين طويلتين وبين كل السجدة كل سجدة منهم القعدة بين السجود يكون طويل برضو وبعدين نقوم ونكرر تاني كل اللي فات ده في الركعة التانية وبعدين نتشاهد والتسليم ان شاء الله وتقبل الله منا ومنكم اشتركوا في القناة